اختار المدير العام للجمارك بدري ظاهر لائحته للناجحين في دورة خفراء الجمارك المعلقة منذ عام 2014 ثمانمائة وثلاثة وخمسون اسما جرى اختيارهم من قبل المدير عن ثلاث فئة البحري البري والصائق وارسلت اللائحة الى وزير المالية وفي جردة سريعة على فئة الصائق ومن خلال مستندات حصلت عليها الجديد نلاحظ ان مائة وخمسة واربعين اسما نجحوا في الامتحان واختار المدير مائة واسمين ومع تسرب لائحة النتائج بدأت الاتهامات تطال ظاهر بالتلاعب بها وفي حديث الى احدى الصحف قال ظاهر بانه قام بما املى عليه واجبه وانه اعتمد مبدأ الكفاءة والمناصفة ووفق توجهات فخامة الرئيس ومعالي وزير المالية فهل حصل ذلك فعلا؟ لقد وضعنا الى وضع خطة متكاملة في جردة على فئة الصائق نوحظ ان ظاهر اختار في لائحته اربعة عشر اسما من الذين نالوا ادنى معدل فيما لم يحظى اربعة عشر اخرون من الذين حصلوا على المعدلات الاعلى بفرصة وعلى الرغم من ان المناصفة لا تنطبق سوى على وظائف الفئة الاولى الا ان الاسماء التي استبدلت والتي لن نكشف عنها فهي من خلفيات طائفية متعددة حاولنا التواصل مع المدير العام للجمارك لاستضاحه من دون ان نلقى اي رد اما المجلس الاعلى للجمارك فاكد في بيان اصدره ان المجلس يؤكد حرصه على العيش المشترك وعلى مبادئ الكفاءة والتراتبية والشفافية وذلك خلافا لما يشاع وعليه لا يمكن اصدار قرار بتعيين خفراء في الجمارك على اساس لائحة لا تراعي كل ما سبق وان ما جرى اداعه لدى وزير المال والذي احاله بدوره الى المجلس الاعلى ما هو الا جدول باسماء لم يراع فيها لا الكفاءة ولا التراتبية ادم شمس الدين قناة الجديد